وننتقل الآن مشاهدين لمتابعة جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأزمة الأوكرانية مع كل البلدان المحبة للسلام لتعزيز السلم والحوار ولتحسين الوضع الراهن وأود أن أؤكد على النقاط التالية بداية لا بد من توصل إلى صمام أمان في هذا النزاع فالقانون الإنساني الدولي يجب أن يلهم سلوك أطراف النزاع المدنيون والمنشآت المدنية يجب أن لا تستهدفها الضربات العسكرية مؤخرا حصلت اعتداءات متكررة على محطة زابوريجا النووية وقد استقطب ذلك اهتمامنا وأثار قلقنا وهدد بكارثة نووية الصين تدعو مشددا كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وإلى التصرف بحذر وإلى الامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد أمن وسلامة المنشآة النووية وإلى تجنب عدم احترام التوجهات الخاصة بالسلامة النووية وندعو كذلك الوكالة الدولية للقيام بزيارة في أقرب وقت إلى هذه المحطة النووية للقيام بتقييم مهني وتقني للوضع الراهن والاتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب كارثة نووية ثانيا لابد كذلك من تأثير المفاعل الإنسانية لهذه الأزمة وعلى الأسرة الدولية أن تساعد اللاجئين والنازحين الأوكرانيين وأن تحدى من الصعوبات التي يواجهها وعليها من جهة أخرى أن تحدى من تأثير الأزمة على أسعار المواد الغذائية والفيول والاستقرار الدولي وتثني الصين على جهود الأمين العام والأطراف المعنية لتيسير مبادرة الحبوب ويسرنا أن نرى أن أكثر من عشرين سفينة تنقل أكثر من 720 ألف طن من المواد الغذائية غادرت أوكرانيا متجهة إلى مختلف أنحاء العالم وهذا يقربنا من تثبيت أسعار المواد الغذائية والحد من نقص المواد الغذائية في البلدان النامية ترجمة نانسي قنقر